مع التعطيل المتعمد للصناعة في العراق وجعل البلاد سوقا للمنتجات الرديئة والمستوردة من دول الجوار يعاني سوق الأقمشة في محافظة أربيل بكردستان العراق من تراجع جودة الملابس بشكل واضح بسبب استيراد الأقمشة الإيرانية بينما يجد الخياطون أنفسهم أمام مشكلة تصنيعية كبيرة صلي فترة بمهنة الخياطة أشتغل هاي أفضل يعني يكون لتحت أيدي أشغل فيه ما أتعزف فيه هاي البضاعة الإيرانية يعني ما رد نستعملها بنوم حاليا عندنا كل البضاعة الموجودة تركية الخياطون أبدوا امتعاضهم من تزايد استيراد الأقمشة الإيرانية وتوجه كثير من التجار لاستيرادها بدلا من استيراد الأقمشة من دول أخرى جراء توقف معظم مصانع النسيج في العراق ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأقمشة الإيرانية خيارا أخيرا لرداءة جودتها بالنسبة للبضاعة الخارجية اللي ما تصنع بالعراق ماكو منها بالعراق فأنت دائما تفضل يعني أول شي تشوفها الكواليتي ما للبضاعة اللي تأخذها يعني قليل ما أشوف كواليتي زينة بالبضاعة الإيرانية يعني لا إرادية أنت تشوفها تخليها على صف حتى تأخذ غير شي تشوف هذا الغير شي مثلا من غير دولة مو إيراني اللي تخلي على صف حو يطلع إيراني حتى عدنا بالأوتي هون البضاعة اللي يجينا نتعذب بها هوايا كصنعة مو مزبوط كخياطة يعني حتى على الأوتي لا يتعدل ولا ينكوي كقالب الخياطة مو مزبوط صفر يعني إش البضاعة اللي يجينا تقريبا من إيران تسعين بالمئة كلها لا خياطة مزبوطة ولا حتى على الأوتي يعطينا قوة نكوي عليها شقد ما نكوي وهي هي هي يعني ظل القطعة مو مزبوطة خبراء اقتصاديون اعتبروا أن جهات موالية لإيران مستفيدة من توقف مصانع النسيج العراقية تمسك بزمام تجارة الأكمشة وتغرق السوق المحلية بالبضاعة الإيرانية الرديئة وهو ما يزيد من مشاكل المستهلكين وخياطي الأكمشة في البلاد اشتركوا في القناة